حكم بإعدام 37 متهما في قضية محاولة الانقلاب التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية من المحكومين ستة أجانب ثلاثة منهم أمريكيون إضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي السلطات القضائية أقامت محاكمة علنية في العاصمة كنشاسة أضيعت على التلفزيون الرسمي باتهام مجموعة بالانقلاب والإرهاب على أساس الجرائم المرتكبة نجد المتهمين 37 المدرجين أدنى مذنبين حكمنا على مرسيل مولانجا مالو بعقوبة الإعدام بتهمة التأمر الجنائي وعقوبة الإعدام بتهمة الإرهاب وعقوبة الإعدام بتهمة الاعتداء محاولة الانقلاب بدأت في ميو حيث هاجم عدد من المسلحين منزل وزير وقتل شرطيان كان يتوليان حراسته بحسب تقارير محلية ثم اقتحم مهاجمون قصر الأمة المقر التاريخي الذي يضم مكاتب الرئيس لكن محاولتهم سرعا منتهت بالفشل مع تدخل قوات الأمن التي أوقفت 40 مهاجما وقتلت أربع آخرين بينهم قائد المهاجمين كريستيان مالانجا الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وفي يونيو بدأت المحكمة العسكرية جلساتها للنظر في القضية مع تأكيدات بعض المتهمين وبينهم ابن مالانجا أنهم أجبروا على المشاركة وحمل السلاح يأتي ذلك بعد طلب النيابة العامة انزال عقوبة الإعدام بكافة المتهمين مع عدى واحد منهم قالت إنه يعاني الترابات النفسية وإثر قرار الكونغو الديمقراطية في مارس الفائت وقف تعليق لتنفيذ عقوبة الإعدام التي كانت سارية منذ عام 2003